اشتركوا في القناة سنتعمق اكثر في درس اخر عن الذرة سنتحدث في هذا الموضوع في باب سوف نتحدث عن مكونات ثلاثة للذرة فالعناصر طبعا العنصر هو المادة النقية التي تتكون من ذرات ولا يمكن فصلها عن طريق المواد الكيميائية الى نوعين من الذرات منامثلاتها طبعا الذهب الذهب يعتبر لا يمكن فصل ذراته ابدا والذرة هي اصغر جزء من العناصر كلنا نعرف هذا الشيء يشترك في التفاعلات الكيميائية ولا يتجزأ خلال هذه التفاعلات لكن الذرة تتجزأ بطرق اخرى الى مكوناتها وتفقد عند اذن خصائص العنصر الذي تنتمي اليه وتتكون الذرة من نواة وجسيميات سقيرة اخرى تعرف بالبروتونات والنيترونات والاكترونات الى هنا انتهى الدرس اتمنى انكم عرفتوا هذا التعريف البسيط وان شاء الله رح نلتقي في درس اخر كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي